سورة الفجر في ثقافة العترة إنها سورة الحسين هذا هو اسمها سورة الفجر هي سورة الحسين هكذا يعنونها أئمتنا صلوات الله عليه فلابد أن تشتمل على ما يرتبط بذكر الحسين في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وما بعدها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي المكان الوحيد في القرآن الذي جاء فيه هذا التعبير هذه جنة الله الخاصة إنها جنة الحسين وادخلي جنتي ما قالت الآية وادخلي الجنان وادخلي جنة من الجنان وادخلي جنة عدن وادخلي جنان الخلد وادخلي جنتي وجنته سبحانه وتعالى هي جنة الحسين يا أيتها النفس المطمئنة إن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنها اللحظات الأخيرة في يوم عاشوراء تحدثنا سورة الفجر عنها قطعا الحسين أسمى من هذه المعاني لكن القرآن نزل إلينا لأجل أن ننتفع منه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ونزل كما يقول الباقر صلوات الله عليه نزل بهذا اللسان بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة نحن والألفاظ التي جاءت في سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة بحسب أحاديثهم يا حسين يا أيتها النفس المطمئنة يا حسين ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الدم الذي سكن في الخلط يشير إلى هذه الحقيقة والذي اقشعرت له أضلة العرش مع أضلة الخلائق هكذا نقرأ في زيارات الحسيني صلوات الله وسلامه عليه ولا أريد أن أقف عند هذه الجهة لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب ماذا يقول الطوسي ماذا يقول الطوسي في صفحة الثامنة والأربعين بعد الثلاثمئة من الجزء العاشر من تفسير التبيان وقوله يا أيتها النفس المطمئنة قال ابن زيد عن أبيه وإحنا راحا نضال مع هؤلاء على طول التفسير ماذا يقول محمد وآل محمد أدري يا طوسي بيك حساسية عندك دودة عندك سلابيح شنو قصتك انت شنو قضيتك تعال فهمنا فهمنا شنو قضيتك كل ساعة وانت راقض على ذول إشعيط ومعيط محمد وآل محمد وين صاره وين داره أدري مو هذا قرآنهم أنت شبايعت ببيعة الغدير أبو الطواسيس حبيبي إش بايعت بايعت تاخذ التفسير من السدي ومجاهد وعكرمة والحسن البصري بيعة الغدير مالتك هي هذه من طيح الله حظك وحظ البيعة مالتك وحظ المراجع البنجة في الماشين على برنامجك ومذهبك الطيح حظك طيح الله حظكم من أولكم إلى آخركم وطيح الله حظ مذهبكم وقوله يا أيتها النفس المطمئنة قال ابن زيد عن أبيه إن النفس المطمئنة التي فعلت طاعة الله وتجنبت معاصيه تبشر عند الموت ويوم البعث بالثواب والنعيم وقيل إن المطمئنة بالمعرفة لله وبالإيمان به في قول مجاهد وقيل وقيل ماذا يقول محمد وآل محمد وقارنوا قارنوا قارنوا بين مذهب هؤلاء السفلة وبين دين العترة الطاهرة صلوات صلوات تترى على آل محمد وتف على آل طوسي تف عليهم وعلى تفاسيرهم وصلوات على آل محمد وصلوات على تفاسيرهم إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث الاستراباد النجفي الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في الصفحة السادسة والتسعين بعد السبعمائة إنه الحديث الثامن بسنده عن داود بن فرقت قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ماذا قال اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم لماذا الصادق يقول اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم هذا الأمر ليس واجبا إنه مندوب محبوب عندهم اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي وارغبوا فيها رحمكم الله الصادق هو الذي يقول هذه سورة الحسين لابد أن يذكر فيها الحسين صلوات الله عليه إنها سورته وحينما وحينما تبدأ والفجر بحسب تفسيرهم لقرآنهم الفجر عنوان لقائم آل محمد أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل كل السورة وإنما أذهب إلى موطن الحاجة إلى الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل وقرأت ما قرأت من تفسير الطوسي لها الصادق يقول اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي وارغبوا فيها رحمكم الله فقال له أبو أسامة وكان حاضرا في المجلس من أصحاب الإمام صلوات الله عليه كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة السؤال دقيق كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة هناك شيء خاص في هذه السورة لذلك الإمام سيجيب على هذا السؤال الجواب على قدر السؤال السائل يسأل عن خصوصية في شأن هذه السورة والإمام يجيب فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه ألا تسمع إلى قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إنما يعني الحسين بن علي صلوات الله عليهما فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية وأصحابه من آل محمد صلوات الله عليهم الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم وأصحابه من آل محمد يشير إلى شهداء الطفوف من بني هاشم ومن شيعة العترة الطاهرة يعبر عن الشيعة في رواياتهم بآل محمد فالشيعتهم هم آل محمد هذا التعبير ورد في رواياتهم مثل ما يقول صادقهم صلوات الله وسلامه عليه إني لأتكلم الكلمة إني لأتكلم الكلمة هذه الكلمة هي كلمة واحدة إني لأتكلم الكلمة لكن الإمام يصرفها يصرف الكلمة على سبعين وجه هناك المصطلح المتحرك المصطلح المتحرك هذا العنوان ضروري للذين يتعاملون مع أحاديث العترة الطاهرة المصطلحات في ثقافة العترة الطاهرة تتحرك في ساحة فسيحة ووسيعة من المعاني خصوصا إذا كان الحديث في أجواء المعارف الغيبية آل محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وأبناء الحسين من سجادهم إلى قائمهم هؤلاء هم آل محمد وانتهينا هذا المعنى الحقيقي الأتم الأكمل آل محمد فاطمة فقط فاطمة فقط آل محمد علي وفاطمة والحسن والحسين أما علي فهو نفس محمد ولكن يدخل في هذا العنوان مع فاطمة ومع الحسن والحسين وإلا فإن النبي صلى الله عليه وآله حينما سأله أحدهم عن أصحابه فقال النبي فلان فضله كذا وكذا فلان فضله كذا وكذا ولكنه ما ذكر علي فهذا السائل سأل رسول الله قال يا رسول الله إنك ما ذكرت علي قال إنك سألتني عن أصحابي وعلي ما هو من أصحابي علي نفسي لو سألتني عن نفسي لحدثتك عن علي علي هو محمد ومحمد هو علي صلى الله عليهما وآلهما أعود إلى الرواية إمامنا الصادق يقول فهو الحسين ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية وأصحابه من آل محمد صلوات الله عليهم الراضون الراضون عن الله يوم القيامة وهو راض عنهم لا زال إمامنا الصادق يتحدث يقول وهذه السورة نزلت في الحسين بن علي وشيعته وشيعته الذين استشهدوا معه وشيعة آل محمد خاصة من أدمن قراءة الفجر كان مع الحسين في درجته في الجنة إن الله عزيز حكيم تلاحظون جمال التفسير وحلاوة الحديث هذا هو معنى أن الكتاب لا ينفك عن العترة وأن العترة لا تنفك عن الكتاب من أوضح معاني هذا الحديث أن مضامين القرآن هي فيه من أوضح مضامين هذا الحديث هذا الحديث له عدة آفاق أفق من آفاقه من أن الكتاب يكون مع العترة وأن العترة تكون مع الكتاب أن العترة هي الحاكمة على القرآن هي التي تفسره والمفسر حاكم هناك مفسر وهناك مفسر المفسر يكون محكوما والمفسر يكون حاكما هذا المعنى الأول من أن الكتاب مع العترة وأن العترة مع الكتاب الكتاب صامت فهو مفسر والعترة ناطقة فهي مفسرة وإننا نتحدث عن مفسر حقيقي عن مفسر أصل لا نتحدث عن مفسر مجازي مثل ما أفسر أنا أو غيري حتى وإن أخذنا من تفسيرهم لأننا نتحدث وفقا لفهمنا فحينما نفسر القرآن يقال لنا من أننا مفسرون ولكن بمستوى مجازي بمستوى المسامحة والتساهل في إطلاق اللفظ علينا المفسر الحقيقي الوحيد للقرآن هو المعصوم بصريح القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران بصريح القرآن المفسر الحقيقي الوحيد هو الحجة بن الحسن أما نحن حينما نفسر القرآن حتى لو التزمنا ببيعة الغدير والتزمنا بأحاديثهم وفسرنا القرآن بتفسيرهم ما نحن بمفسرين إذا ما أطلق هذا الوصف علينا فإنه يطلق تجوزا مسامحة تساهلا في الإطلاق التفسير خاص بإمام زماننا فقط صلوات الله وسلامه عليه ولذا هو يتفضل به على أوليائه المخلصين الوقت يجري سريعا وأنا عندي الكثير من المطالب أعود إلى هذا الطفس فلا أجد شيئا له من علاقة أو رابطة بالحسين وهو يفسر سورة الفجر من أولها إلى آخرها هذه سورة خاصة بالحسين إنني لا أستطيع أن أقرأ لكم كل الأحاديث وإنما أأخذ بعضا منها على سبيل الأنموذج كي تقارنوا بين دين العترة وبين المذهب الطوسي فكيف تفسر العترة قرآنها وكيف يفسر الطوسيون هذا القرآن إنهم يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري حسبنا كتاب الله نذهب إلى فاصل